من يرى أو لديها إحساس هذا الأمر حتى الآن خارج الواقع الواقع هو ذكاء اصطناعي يتصرف ليكمل حياة البشر كما هي لتعزيز وتعظيم القدرات وليس ليحل محل حياتنا في هذه الحالة الذكاء الاصطناعي لديه قدر من الإحساس ولكنه لن يكون شبيها بالإحساس البشري هذا أمر لن يفهم أي خبير ويجب أن يكون مبرمج يكون ناجما عن أمر غير طبيعي يحدث لأن الإحساس البشري ناجم عن تجارب الحياة على هذا الكوكب عمرها ثلاثة ونصف مليار عام ولدينا أشكال مختلفة ومتبينة من الحيوات لم يتم برمجة أي شكل من أشكال الحياة ولكننا تطورنا نفس الشيء بالنسبة لذكاء الاصطناعية لو تم تطوير إحساس فسيكون ذلك ناجما عن أمور خارجة عن طبيعية سأستكمل باللغة الإنجليزية إذن دكتور محمد لقد انتقلت من جامعة عين شامس إلى سويسرا وبعد ذلك إلى ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية وأنت متواجد الآن في سنغافورة وأنت تعمل في حالة منظومات نظام الذكاء الاصطناعي وهذه النظوم ستحدث أثرا كبيرا على حياتنا اليومية ولذلك أسألك ما هي الحضر الأمني الذي يجب أن نتوخاه داخل هذه المنظومة المتعلقة بالنظام الاصطناعي والذي نستخدمها في كل يوم عندما تقوم بتطوير نظام ذكاء الاصطناعي هناك أربعة مكونات يجب أن تتأكدوا من أن هناك عملية التحديد التي تحدث بشكل سريع ولا يجب أن يستهدف طاقة كبيرة وأحد العناصر الأساسية هو الأمان ويمكن لهذه الأجهزة أن تتخذ القرارات بشكل سريع وهنا نتحدث عن مشكلة الأمن السبراني وهذه مسألة معقدة في حد ذاتها وتتطلب جلسة في حد ذاتها وعندما يتم خلق البيانات وعندما تودون تطبيق الذكاء الاصطناعي والتشفير الرسائل هي مسألة أخرى لكي تجعل الأمر صعبا على الأشخاص لفك الشفرة رجعا أن تحدثني الآن بلغة الإنجليزية كي أفهم ما تقول حسنا إذن نحن عندما نتحدث عن التشفير وفك الشفرة هذه التطبيقات ويمكن في المستقبل أن تقول سأقوم بتطبيق الذكاء الاصطناعي على التطبيقات المشفرة وينظر الجميع في هذه المسائل وكما نعرف أنه في الوقت الرهن مسائل الأمن السبروني هي مسألة أهمة ونحن نتحرك باتجاه عالم مرتبط ووثيق الارتباط ببعضه البعض وبالتالي هذه مسألة بلغة الأهمية ويجب أن نتأكد من أن البيانات المستخدمة وأي أن كانت تطبيقات الذكاء الاصطناعي هي البيانات الجيدة وأنكم تحصلون على المعلومات الجيدة هناك جزء آخر تحتاج للتحدث إليها وهو البيانات والمسؤولية القانونية والتي تأتي مع تطوير هذه النظم هي المسؤولية الأخلاقية وهي المسؤولية القانونية اللي بيتم التطويرها دلوقتي اللي الخبراء بيشتغلوا عليها لسه مستمرين في جوانب كثير أوي معقدة بنحاول بساطة لحضراتكم بس علشان تفهموا كمان أكثر نظرة أشمل على هذا الموضوع لأي درجة الذكاء الاصطناعي المتداخل مع حياتنا خلونا نتابع في القصير ومستمرين في النقاش